السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة بيزا بيست وان التعليمية الفيديو ده هيكون مهم جدا لازم نسمعه للآخر ونركز فيه كويس علشان نضمن قبول البحث بتاعنا قبل ما نسلمه للمدرسة أو قبل ما نرفعه على المنصة علشان نضمن قبول بحثنا بنسبة 100% ونكون متطمنين وإحنا بنسلمه وأول حاجة هنتكلم عنها شكل البحث شكل البحث مفروض يكون ازاي؟ في قوالب بحث منزلها الوزارة لو هنعرف نجيبها ونكتب فيها مفيش أي مشاكل لكن لو هي مش عجبانة عشان ضيقة وما بتاخدش كلام كتير الغيها خالص وهات ورقة فولسكاب ومسطرة وقلم رصاص ويبدأ أسطر تصطيرها زي اللي قدامك دي يبقى كده أنت عملت قوالب البحث وعملت الهيكل والشكل اللي الوزارة طلبه ولو واحد فيكو كتب البحث من غير ما يعمل التصطير اللي قدامنا مفيش أي مشاكل المهمة تكتب في البداية زي ما مكتوب كده عنوان الموضوع وبعد كده الرقم التعريف أو الكود ثم المقدمة بعد ما تخلص المقدمة ابدأ يكتب العناصر واشرحها كل عنصر واشرح تحته المطلوب منه في الآخر بعد ما تخلص شرح العناصر المطلوبة منك اعمل النتائج وبعد كده المصادر بتاعتك وخلاص كده مش لازم التصطير لكن بصراحة أنا بفضل التصطير دي ليه؟ لأنها بتخلي البحث بتاعك منظم ومنظره جميل تاني حاجة بالنسبة لعدد كلمات البحث يريد تحاول تلتزم بعدد الكلمات المطلوبة منك لا تزاود عنها ولا تنقص والله لو انت طالب متفوق وحابب تزاود تزاود ولكن بقدر معقول ولو حتقلل عن عدد الكلمات المطلوبة منك قلل ولكن بدرجة مش ملحوظة يعني بدرجة وسيطة وبالنسبة للسؤال اللي بيجينا كتير وبيتقرر بشكل ملحوظ هل عدد الكلمات بيشمل النتائج؟ الإجابة لا العدد الكلمات دي خصة بالعناصر الموضوع بالشرح بتاع الموضوع لكن النتائج دي خارج عدد الكلمات كمان في سؤال بيجينا كتير هل حروف الجر وحروف العطف والحاجات دي بتبقى من ضمن عدد الكلمات؟ لا لما سألنا مدرسين اللغة العربية قالوا لنا لا انت بتعد الكلمات لكن حروف الجر وحروف العطف لا تحسب من ضمن الكلمات طب نتذكر مع بعض عدد الكلمات اللي كانت مطلوبة مننا ايه؟ بالنسبة للصف السلس الابتداي كان مطلوب منهم مقدمة من 20 ل 25 كلمة اما العناصر اللي هي الموضوع المقصود بالعناصر اللي هو الموضوع يكون من 200 ل 250 كلمة بالنسبة لللغة الانجليزية من 8 ل 10 كلمة اما بالنسبة لصنة 4 و 5 و 6 فالمقدمة بتاعتهم من 40 ل 50 كلمة عناصر البحث من 400 ل 500 كلمة وزي ما قلنا لا تشمل النتائج اللغة الانجليزية من 15 ل 30 كلمة بالنسبة للمرحلة الاعدادي فالمقدمة بتاعتهم من 70 ل 80 كلمة اما العناصر من 700 ل 800 كلمة ولا تشمل النتائج بعد كده اللغة الانجليزية من 40 ل 60 كلمة طبعا لو نقص 55 كلمة مفيش مشاكل بالنسبة للعناصر لو نقص عن 700 يعني مثلا خليهم 680 كلمة 670 كلمة برضو مفيش مشاكل نفس القصة المقدمة لو نقص خليهم مثلا 65 كلمة برضو مفيش مشاكل بحيث ان النقص اللي انت هتنقصهم مش يكون ملحوظ خلي بالك ان ما فيش حد قاعد يعدي لك الكلمات دي لو انت كاتب ورقي طبعا الالكتروني بيبان لكن الورقي محدش هيعود يعدي لك الكلام وبعدين الوزير قال ما هواش كوران عادي ممكن تنقص وتزود ولكن بقدر معقول بعد كده بالنسبة لموضوع الصور في ناس كتير بتسألنا بتقول هو لازم نحط صور اه لازم تحط صور وعلى فكرة الصور ما هياش قضية وما هياش انا مش شايفا حاجة صعبة لو انت بتكتب الالكتروني الموضوع بسيط بتجيب من على جوجل وتعمل كوبي باست ما فيش اي مشاكل اه لكن لو انت بتكتب ورقي بكل بساطة من اي كتاب مدرسة اه اخد الصورة اصها والزاقها عندك في اه البحث بتاعك ما فيش اي مشكل طب انحط كم صورة في البحث ممكن تحط صورتين ممكن تحط تلاتة عايز تحط اربعة ما فيش مشاكل اه بس يا ريت ما يقلش عن صورتين ولو الموضوع اللي انت اخترته ملهوش صور عندك في الكتب بكل بساطة هتبدأ تدخل على بحث جوجل ونزل كم صورة تعجبك واطلع على اقرب مكتبة قوله يطبع لك الصور دي حيطبعها لك على ورق ابدأ قصها من الورق والزاقها في البحث بتاعك بكل بساطة رابع واهم حاجة هي تشابه الى بحث خلي بالك ان هو ممكن يعدي لك مسألة حللها غلط ممكن يعدي لك كلمة كاتبها غلط ما فيش مشاكل هيعدي لك الكلام ده كله وبحثك حيتقبل اي حد عامل بحث بمجهوده حيتقبل لكن بحثك يترفض لو فيه تشابه مع بحث تاني خلي بالك انا بقرر الموضوع ده في كل فيديو اوعى بحثك يكون متشابه طب امتى حيكون بحثك متشابه لو انت جابه من مكتبة جاهز لو انت نقله من واحد صاحبك لو انت نقله من عن نت خلي بالك من الكلام ده جبت بحث من عن نت جاهز ونقلته زي ما هو كده انت بتعرض نفسك لمشاكل كبيرة جدا طب العمل ايه انت جبت اشتريت بحث جاهز او فيه مدرس كتبهولك اعود هات البحث ده وحاول تغير في بعض النقاط فيه غير في طريقة شرح العناصر عيد صياغة الكلام تاني بطريقة تانية المقدمة حاول ان انت ايه ان انت تزود فيها كلام او تنقط شيل منها كلام حاول تكتبها بطريقة تانية طيب عندك النتائج النتائج حاول تزود تشيل نتائج وحط نتائج تاني من عندك استنتك حاجات من اللي موجودة في الجوة البحث شيل حاجات وحط حاجات المهم يكون في اختلاف واضح بين البحث اللي انت عملته والبحث اللي انت كنت جايبه من المكتبة او من على النت بعد كده بالنسبة لموضوع العناصر بيجي لنا عليها سئلة كتير في بعض الناس بتقول ان هي كتبت العناصر تحت بعضها رستها تحت بعضها وبعد كده كتبت الموضوع وكانه موضوع تعبير الكلام ده غلط وما اللي بنكتب الموضوع ازاي قلنا قبل كده في الفيديوهات انا بكتب العنصر وبشرح تحته وليكن بقول لي حالات الماء في الطبيعة دي او العنصر مكتوف في البحث فانا هكتب حالات اولا حالات الماء في الطبيعة وابدأ اشرح حالات الماء في الطبيعة ده في بحث المالي سنة رابعة ابتداء بعد ما خلص شرح الكلام ده هبدأ أذكر العنصر التانية كتبه وأشرح تحته وبعد ما خلص شرح العناصر بتاعتي كلها يبقى كده أنا خلصت الموضوع بتاعي كمان في بعض الناس عملت أخطاء كبيرة جدا جابت اسم المشروع اللي هم عايزين يكتبه فيه وليكن هم عايزين يكتبه في السياحة فكتب السياحة في مصر عنوان الموضوع السياحة في مصر وبعد كده كتب من دماغه وجاب معلومات من هنا ومن هنا وبدأ يكتب موضوع عن السياحة في مصر وخلاص على كده من غير ما يجاوب على العناصر الكلام ده البحث ده مرفوض 100% مرفوض ما ينفعش لازم أجاوب على عناصر البحث بقرارها تاني لازم أجاوب على عناصر البحث برضو جالنا بعض الأسئلة من بعض المتابعين بيقولوا إزاي ندخل دراسات وعلوم ورياضة وإنجليزي في البحث بكل سهولة أنت لو جاوبت على عناصر البحث يبقى أنت دخلت المعود في البحث لبقى لأن كل عنصر من عناصر البحث بناقش جزء في مد وليكن ما يقولك حالات الماء في الطبيعة يبقى كده بناقش جزء في العلوم لما يقولك أهمية الماء للأنشطة الاقتصادية هذه دراسات لما يقولك احسب كمية الماء اللي بتستهلكها الأسرة في فصل من فصول الصيف والشتاء يبقى دي كده الرياضة بعد كده ما يبدأ يقولك اكتب لي بعض الإرشادات بالإنجليز وبالعربي يبقى دي كده العرب والإنجليز يبقى أنت ما تجاوب على عناصر البحث يبقى أنت دخلت المواد كلها في البحث كمان جلنا سؤال مهم خالص في طالب بقول أنا كتبت البحث كله من مجهودي ومن كتاب المدرسة وأنا اللي عامله لكن أنا استعنت بحطة الرياضة أخدتها من مكان أو طالب تاني يقول أنا أخدت حطة الإنجليزي نقلتها من مكان ما فيش أي مشاكل صح كده أنت كده صح ما فيش أي مشاكل إحنا قلنا المشكلة كلها أن أنت تكون نائل البحث كامل من مكان كأنك طابعه كأنك نصحه لكن أخدت حطة من مكان دي ما فيهاش أي مشاكل ولا هيبقى فيه تطابق بينك وبين البحث التاني بالنسبة للطلاب اللي اشتركوا مع بعض وعملوا بحث واحد طبعا إحنا كنا قلنا أن كل واحد فيهم يصور البحث جات لنا أسئلة طب كل واحد يصور البحث ويكتب كوده لوحده على الصورة لا ده لازم تصور البحث بالأكواد مكتوبة يعني أنت البحث الأصل اللي اشتركته فيه وعملته هيكون عليه الأكواد بتاعتك وكلكم وتصوروه كل واحد نسخة لأن أنتو لو صورتوه من غير ما تكتبوا عليه الأكواد وجيتوا تقدموا نفس البحث هيقولك البحث ده في تطابق بينه وبين البحث التاني طب ما إحنا عاملين مجموعة ما هو الأكواد مش مكتوبة يبقى أنتو لازم لما تصوروا النسخ يكون الأكواد كلها مكتوبة عليه يعني إحنا كده مجموعة مع بعض الأبحاث دي الخمس أبحاث اللي قدامكم للخمس صور دي هي بحث واحد ومتصور أتمنى أكون قدرت أجاوب على معظم أسئلتكم اللي بتتقرر في التعليقات لو في أي أسئلة تانية اكتبوا لنا وإن شاء الله نرد عليكم في أقرب فرصة ممكنة في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة